جمال واناقة انا قد اختار كملكة جمال سيدة ربما اقول كلها بنيتها كأن الحلم ديالها انها تتفوق في ميدان العمل ديالها في تخصصها كأن سيدة تريد ان نرى رؤية عند الناس انها تكون جميلة ولكن الجمال اني تتوج فنرى كمزاف ديال المعايير اللي تدخل اليوم حضرة معانا دنيا الخلداوي مرحبا بك دنيا ربي خليك السلام عليكم على الجامعة مستمعين وكنشكرك بزيب على الدعوة ديالي وانا كنتشرف بالحضور ديالي معاكم اليوم مرحبا بك اولا انتي دنيا انتي بنت مدينة الدار بيضا شاركتي في ملكة جمال هذه السنة هادي افريقيا والعرب فستي باللقاب مني كان قولوا ان مغربية فازت باللقاب وكان قولوا افريقيا وشرق الاوسط وغيرها وهذا وفي مصر دارت الدورة كان قولوا كيفاش داتها مغربية افريقيا افريقيا كانت معنا نسرين لتا افريقيا من هذا المنبر افريقيا لانا صديقة ديالي افريقيا كتبت معايير كبيرة وكتيرة بزاف الجمال كيبقى شي مكمل مكمل حيث ما كان ما غدش نقول لك مثلا انا اللي كان جميلة واللي كانوا بالعكس كانوا فتاية جميلة بزافرة كانت تبارك الاربع الف بنت مغربية من المغرب اللي تقدموا المسابقة اه في الاول كتعطيلي في الدوسية ديالك كيدرسوا الدوسية شنو المؤهلات ديالك شنو التقافة ديالك شنو الدبلومات اللي عندك اه وطبعا كتعطيلي الصورة مرفوقة اه خداوا اه بعد المشاركات تقريبا كنا شت ثلاثين واحدة في طنجة اه اه انا من اللي مشيت للطنجة استغربت اه وكنت اه تتويش كان بعيد يعني مع مطخينتي شفت البنات تبارك الله زوينات كانوا طبيبات كانوا مهندسات كانوا بزافت البنات اللي اه هنا ما نمتساش نقول انا دنيا اول شي متخصصة في الترويط الطبي الوقت بالايبر وتجميل الجراحي وتغذية يعني 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 برك الله تنتير عندك وزنك يعني الدراسي وكذلك المهاني انا في المسيرة الدراسي ديالي انا كنت دائما مجدة ومجهدة من الصغر ديالي الحمد لله وفي اول ديبلوم ديالي اللي خديته في العلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي آه تم النحاف موسوي آه كان اول ديبلوم وديبلوم وأول حلم آه اللي توجد بيه من wasg كنت اخدت النقطة الأعلى وعشرين لعشرين في Wei الميموار جالي كان وحد تتويج كان بفضل الوالدين الحمد لله وفضل الله ثم الوالدين طبعا لأنه أنا وإخوة أخصائيين علاج طبيعي وفيزيائي مزيان يعني عائلة طبية أباء ديوننا سوف يخرجوننا لهذا الميدان وقلنا بوالا نعبدنا لكم الطريق وكملوا في الميدان وأنا طبعا خرجت الميدان وشفت شنو الجديد بحث يعني أنا من طبع ديالي البحث لكن بحث بزاف ونشوف دائما شنو هو الجديد والدباء كميز المركز ديالي حاليا هو في طور الانتشار حيث أنا ما شيق أنا دباء يلا عامين ما شاء الله وعندي واحد إقبل لأنه البحث والأشياء ما كتحول يتقلب على الحاجة الجديدة الأشياء الجديدة هذا ربما هذه الميزة كيتميز تبارك الله الأطباء والمختصين أنه ديما كيبغي الواحد أنه يقلب على ما هو جديد يقلب على ما هو ربما تندانس شي حاجة اللي باش يتنفع الكل أجي قبل ما مشيوا الميدان الميهاني وغيره أكيد بزاف ديال ربما ديال الناس اللي متبعين بزاف الناس اللي تعرفوا كدنيا كل شي غيبغي عنده الفضول أنه كيفاش توجد وكيفاش تختاريتي نحن وصلنا لتانجة وصلنا لتانجة وشفتي زين ديشانك نحن عرفتي شفت ديك شو نتلف وكي غدا ندير أن أخرج من الشي ولكن الحمد لله من اللي أنا دخلت لأنه لجنة تحكيم ما كانت سهلة لجنة تحكيم كانوا فيها عشرة من جنسية سعودية من جنسية مصرية ومن جنسية مغربية ملك الدخل إلى هذك القاعة كيجيك واحد اللي هول لأنه رهبط مكان وواحد اللي تخاك يعني كسبقاء لنفسية ديالك تلعب وش أنتي غدا تسيري الأسئلة كل واحد كي يعطيك سؤال في موضوع وكيبقاوي خصومي يشوفوا كيفاش غدا تسيري الأجوبة ديالك وهذا طبعا لك أنتي متحكمة في الوضع ديالك كراها ممكن أنا كتمر ديالك أنا من اللي كنت من اللي دخلت طبعا كل شي تيعطيك سؤال 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 كنت الحمد لله مدرزنا في الأسئلة ديالي وفي الأجوبة ديالي وأنه عندي تجارب دزت قبل من لجنة تحكيم الدراسة ومزيف عندي تجارب من اللي احنا تنخرجو البنات كل شي تيخرج فرحان كنقول أنا تنخرج فرحان وش كوني غادي يربح والمداولة كانت طويلة بالساف يعني معلنوا على اللقب الآخر اليوم من اللي علنوا على اللقب ما نعودش تكتستمت هذه هنا في مدينة الطانجة يعني اللي غايمشي اللي غايتأهل يتأهل القاهرة طبعا علنوا على اللقب على أنني أنا ملكة جمال المغرب للمحجبات 2019 وهذا كان شرف لي كبير بالسف أنني ناخد هذا اللقب بعدها والحمل والعاتقة دياليون مثل المرأة المغربية محجبون بين أن الحجاب ماشي عائق نهائيا أمام المرأة مدام كين نحشما وكين احترام ما مشي مشكلة ومتم بنفسها ووجمالها وأكيد وبثقافة ديالها وبمهنة ديالها كانوا ليوا بحل بحل كل شي بحل بحل هذا اللي كان ما كانش الفرق تبارك الله نهائيا ما كانش الفرق مبين محجبة ولا مشي محجبة يعني ما ما كانش الفرق مدام الواحد عنده طموح يتبال طموح دياله من تانجان شحاد الوقت تقريبا بقاعد مشتول القاهرة مني أخبت اللقب طبعا جوني كتير دعوات للصحفيين في لبنان في روسيا في فرنسا وكنت كنلبي دائما دعوات يعني خرج شوية من المجال العمالي ديالي المجال الشهرة من بعد كان نهائي الأكبر في مصر كان نهائي الأكبر في مصر تشويش أنا الوصفة كانوا مصرية جزائريات يعني من جميع الدول لبنان جميع الدول العربية والإفريقية سافي خضيت اللقب بالوصيفة وكنت شرف به الحمد لله مثلت المغرب أحسن تمثيل وهذا شرف لي هنا مني سنتكلموا على لقب مغربي ملكة جمال مغرب المحجبات ثم الوصيفة في مصر يعني ألقاب لكل واحد كي يطمحوا كي يطمحوا بزافة البنيتات أولا بزافة شابات كي يطمحوا لهذا الشيء سيغطوش سيدة أولا البنيت مني كتشوف راسا أنه عنده وحد نسبة من الجمال كتقول علش الله ولكن أشنو هي المعايير الأخرى اللي كتخذ بالاعتبار وش الجمال فقط راح الجمال ده بلدخلت الأنستغام أو المواقع التواصل الشيء معي على العموم أتلقى الجمال منتشر على جميع الأنواع دياله راح ماشي الجمال هو المعيار ماشي بوحده نهائيا أنا كيف قلت راح الديبلومات اللي عندك التقافي اللي عندك في الرأس ديالك راح أي بنت بغاية تقدم لهذا المسابقة كنصحها أو النصيحة سيري على الله قرأي السلاح ديالك هي القرأي ديالك كان عندك سلاح راح توجه المسابقة وانتي راسك مرفوع صح ما كانش عندك سعب لما توجهه لأنه شنو غا تمثلي بلد باشنو حت كيف قلتي في أي نوع من المسابقات سواء كانت ديال جمال أو لحت المسابقات الأخرى يعني الفنية وغيرها وحتى الطابق وغيره كي بغير الإنسان يكون عندو واحد باقراون واحد التقافة عامة على الأقل عداش ديبلوماتك دراستك التخصص ديالك لأنك يكونوا أسئلة الأسئلة كتكون خارجة على النتاق ديال الجمال الأسئلة بغيرتنا نعم شو يدفضوها للدنيا الأسئلة مني كتكون عندكم فاش كي يطرحوها واش ثقافة عامة أو لا في المجال الجمال أنا مني دخلت شخصيا في الأسئلة اللي يطرحوا علي أكترية في المجال ديال نعم في تخصص ديالك واحد سؤال كان مستفز شوي حتوما يتيب قوي باش يشوف فرضك الفعل ديالك كيفاش غدا تجوبي كيشوفوا الانتباع ديالك الحياة والنظرة ديالك للحياة واحد الأستاذ سولتني شنو رؤية ديالك البنت مثلا كت الخدمة ديالها أو العمل ديالها عارضة للملابس الداخلية مثلا ملابس البحر ملابس الداخلية شنو نطبع ديالك عليها قلت لها أنا ما عندي تأي نطبع هدك عملها شخصي ديالها تكشبينها وبين اللي خالقها تبقى حري شخصية ممكن هدك البنت بالضبط تكون أحسن مني أنا إلا خرجنا للناس وصولناهم عليها غيكون عندها أخلاقها حسن مني أو لحسن منها وحد أخر ما كنحكمش عليها أنا من العمل ديالها العمل دياله كيبقى كيبقى عمل والجانب آخر وكيشوفو تنتمو في الحياة ديالكم العامة وأسئلة لكتكون مفاجئة واش الحجاب مثلا فرضوا عليك الحجاب لأنه واش عائق لك ها عائق مثلا بزاف الأسئلة على الحجاب حيث المصابقة كتدور على ملكة ملكة جمال المحجابات هنا دنيا توجات وكتير من الأمور هنا شنو أعطت المصابقة يعني من غير الشهرة من غير ربما بزاف ديال متتبعين بزاف ديالناس بزاف هذه لأنك يقولي الفضول فازة مغربية أجي نشوفو شكون هي بنت من مدينة شنو ديرها شنو هادا كيقولي هذا هادي حاجة كيلو طبعا شوفتك أنا شنو شنو أخديسي اللقب أنا من منكرش يعني الميزة اللي زادني زاد شوية الثقة أنه كيكون عندك لقب أي بنتك تحلم بها راه كيكون حاجة زمينة في حياتك الحمد لله كتير الناس اللي كيشوفو لكو حد ندراز وين كت تعرفي كيفاش تكلمي معاهم تعرفي كيفاش وصله يوم كيسولو كيفاش مشيتي في هاد المجال كيف بزاف الحويج أخوخة أنا بصراحة بصراحة نكونوا منطقيين أنا ما مشيت في هاد المجال بزاف المجال المجال اللي أنا غاد فيه ولي سيحز لفالي وكان نظر أنا غادر لبنان غادر روسي أنا غادر فرنسا شفت راسي أنا كيفاش قرأت سبع سنوات وانا كنقرأ وفي الأخير خذلك بالوقت ديالي شفت الاسميسو للوقت ديالي ما يمكن ما يمكنش خاصنين نوازن نوازن ما بيننا دونك ما بقيتش غادر بزاف في هاد المجال المجال اللي أنا غادر فيه دابا بصراحة هو العمل ديالي نعم منصب على العمل ديالي نعم باش أنك يتقلب على الجديد وحتى بزاف ديال الأشياء طبعا دونيا ربما النصيحة ديال قلتي أنه خاص لإنسان يقرأ ويتسلح بالقرية دياله لأن القرية ديالنا كتعطي بزاف ديال الحويج والقرياكات وكلو كتعطي بزاف ديال الحاجات لأنه بغيمه الإنسان وخا ما يخدمش بالدراسة اللي يخدم ولكن على الأقل كتفتح له باب كتساهم معه في حويجات في نقاشات بزاف ديال الحويجات من اللي كانت ترسو مع ناس وخاصة إلا بغينا نحن بلد ديالنا علاقات علاقات أنا بزاف العلاقات الحمد لله من وراء اللقب ما ننكرش بزاف العلاقات تفتحوا لي وبزاف الناس عرفوني يعني درت علاقات قوية جدا لأن الإنسان كيف قلنا الإنسان كي بدوي بحثو وصيغطو لك أن ربما ميتال يحتد به وميتال زوين وكيف قلت أنت من البداية أن التفوق ديالك في الدراسة والإجابات ديالك هي اللي مكنت أنك تكون فائزة بعدها بملكة جمال محجبت بالمغرب بعد بش الواصفة بمصر مصابقة اللي ماشي من الهيين وماشي وعدد كبير ديال المشاركات اللي كيشاركوا فيها وخاصة أن في بلد اللي حتى هو فيه نصيب دياله من الجمال فيه نصيبه من التقاف فيه بزاف ديال الحويجات دونيا أنا غنبغي من عندك غنتكلموا وش مني كي بديو سلوك هذا كيف أشدرتي وش كي سلوك وش جمالك طبيعي ولا هلا هذي أسئلة كنا كنت أخذ وش كي سلوك الأسئلة أنا أخذ لأنه أنا التخصص ديالي تجميل غير الجراح أول سؤال كي يبقى أشنو دير النفك أشنو دير الفمك أشنو دير الهادي وأنا كنقول يوم دائما والله ما دير شي حاجة شوفوا تصورة أنا حتى تصوري في سوت نانس بقى ما بديتشي حاجة بقى ما كنتي كيف أنا كيف هدابة فمتين دونك يعني هذي الأسئلة كتتطرح كتطرح بزيف كيف قوي سؤاله وكي سؤالك الناس مثلا يقول لك بغينا حتى نحن نشاركوا في هذه المصابقات هذي كتحتي دائما على الدراسة وغيرها أنا ما كنحطش على المصابقة كنقول لها شوفي للا أنتي بغت تدري في هذه المصابقة غدا تمتلي بلد غدا تعطي واحد الصورة على المغرب ضروري خاص يكون عندك مستوى تقافي نصيري قرائي وبعد المرة كيجوا عندي بنات عندهم 17 عام 18 عام قولينا كيف شو كيف شو شو درتي شنو كنقول يشوفي سري كمنا قرائي كو جيدوي معا دروري شي حاجة اللي أن القرائي بقيت عمري راسك وما عندك 18 عام واخد الباك ديالك ديري واحد المستوى دراسي ديالك ساعة شوفي اللي من بعد تكوني الحياة ديالك الدراسة ديالك حد من بعد شوفي كيف كنقول المكملات نعم فهمت جميل ما زال رجاء معك الدنيا الخلداوي أكيد وكل مستمع ولي عندهم سؤال الدنيا محدة معنا الفرصة دونك على 052 وعشرين وعشرين ستاوثلاتين أو ستاوثلاتين 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 جمال واناقة دونك تكلمنا على الجمال وأكيد غنتكلم على الاناقة دابا معاك الدنيا الخلداوي انتي مالكة جمال محجبات الالفين وتسعتاش بالمغرية بالواصفة كدك الأولى بمسر هنا نتكلم على الجمال شفنا أن الجمال كيبقى جمال روح جمال تقافة جمال كل شي وسيغطو نتكلم على نسى كامل واناق لتكلم حتى على السيدة المحجبة أنا تقول السيدة لي دير الفورة مش حتى أنا دير ه ولكن كنقول السيدة لي دير الفورة بعد مرات كتوحل كتر لأن خاص الفورة غيجيم هادي او هادي او هادي كتبعي الموضع كيف يكون عندك نسيق الملابس ديالك وغير ها أنا بشكل خاص ولا دير خط الراس يعني أنا غير مهتم كثيرا يعني مصوصة بهذا الملابس ولا هادي خصوة المهم كيل بس أشياء يعني اللي تكون أنيقة على الجسم ديالي ولي غادي تواتيني ومعندي مشكلة معندي مشكلة يعني ده بولي كل شي موجود بهذا المعنى أيب لازم شي زي لك تلقي ذي كتوش به هادي هادي ولكن كي المشكلة وحدة هي كتعج بك شي حاجة وكتلقي ها ما غير تناسبك اها وكتعج بك ما كتلقي كفرد ما تقلب على المسألة دي لأنك تمغي ها مع شي حاجة باش أنها تولي تناسب شكل أو لهذا ممكن ممكن أها بعد المرات كنت أخرج بهذا الحل هذا قل لي وفي الألوان في الألوان تتقدر تلبسي على الألوان أو لا عندك شي ألوان لكتبشي فيها تلبس جميع الألوان تقريبا ولكن كعجبني بزاف الألوان الفاتحة نعم كي يجبوني كي نقول على البلون بلوسير كيف لابسة شي حاجة اللي بحلالك كي 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 الألوان قل لي أنا إلا لبس الألوان الغامقة ربما غدت تعطيني ما تغير الموت ديالي أو لجل كم نقول مع راسي لأقدر أنا مثلا الألوان الفاتحة كي جيني كثير في الفيزاج ديالي على الألوان الغامقة حسي كل واحد كيف يشل نعم لو البشرة ديالي أو الشكل ديالي شنو سيجي معا أنا أكثر يجون الألوان الفاتحة الألوان الغامقة مرة مرة نعم ديالي ديالي كيف قلنا أنت متخصصة في الترويض الطبي وفي العلاجات وفي التغذية وكذلك الواخذ بالإبار وغيرها من الأمور ومزاف ديالي في علاجات خورا وفي مزاف ديال الحويجات ديما كقلبو علشنو جديد هذا شي ديال تجميل غير جراحي أنت بما أنك متخصصة في التشير يمعا نشوفو أنا سندردش في التشير كامل شنو هي التندنسة شنو اللي جديد في العالم ديالكم طبعا حاليا لأنه المهم كنا مشاكل كثيرة من بعد الجراحة والناس واللو كيتخوفوا بزيف العلم تطور تيشوفوا البديل فهمتي كيشوفوا دائما البديل اللي الواحد يدروه هو طبيعي ومرتاح ويعطي نتيجة نعم دكو يكون نتيجة طبيعية كينين كتير أشياء اللي دبا ولا تندنس في العالم التجميل يعني شنو كممكن نحكي علاها مرة أخرى ولكن قد نقول كينين مثلا المحاربة التجاعد كين كتير كتير باش نأخرها ونحيدوها ونأخريها باش تخفي من ذاك البوروز ديالها عن طريق مثلا البلازمابين عن طريق حق مثلا الميزو تغابي عن طريق البلازما عن طريق كتير طرق دبا واللات من غير الأشياء الغير جراحية يعني هذا ولكن اللي بغت هالفراسة أنا دائما نقول من سن مبكر ماشي تأتي وليدك شي صفي بين بزاف طبعا غادي اللي بغت هالفراسة ولكن على العموم الواحد من اللي سيوصل الواحد السن دائما خاص يتغلف الفيزاج دياله حيث الفيزاج كيبقى هو المرايا ديال الشخص فهمتي دونك ولاحظت أنه مؤخرا مؤخرا ولت واحد النساء المغربية تعطوه بزاف لهذا المجال لهذا المراكز ولو كيهتموا بالمجاه ديالهم مازال كين بزاف تسيدات أنا الدنيا ماشي معك واحد الحاجة اللي نشتا نشتا كين بزاف تسيدات سبارك الله اللي كنقولو احنا مليتي نقولو الولادة بعد مرات كيكون وزن زايد أو لشي حاجة كونش كيبغي حرب هاد الخطوط البلازما هالطريقة هادي يعني جميلة جدا وكتعطي النتائج رائعة لف الفيزاج مش غير الخطوط البيضاء لأن الخطوط هالطريقة اخرى هي طريقة عن طريق واحد لسيلو تعطي لاخ اللي كتخيك وحالة قلتي تيعون باش الخلايا تنتج من جيد كنحرق طبقة الأولى وكاد هادك شي تعطينا انتاج للخلايا جديدة نعم يعني في الف 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 يعني تحاربهم بلزويل بلزاب بحل راديو ف خ كتير ديال لزاب بلكن الخطوط البيضاء صعبة صعبة ما كتبشيش دريح هي هالطريقة هادي جميلة جدا قلتي نتائج رائعة هلاش حال دلوقت تعطيني النتيجة وهي ماشي حصة اولا هي ماشي حصة اولا بالقدومية ديالها اولا هي تدر البلازما بن مش حصة وحدة فيها عدة حصص يعني ثلاث حصص على الاقل الواحد هو خاص يكون عنده واحد النفس ماشي تصبر يمو حاربة خاص يكون عنده احد ولكن من لين كتبت تبليه النتيجة كنسة كل شي نعم فهمت المهم هو الوصول الهدف ديالك بش نعطوه أمل لسيدة حيث بزار تلعيالت ربما كيتقلقوا من المسألة سيخطوهم بعد لولادة ولا شي حاجة من هاد الشي اول السيدة اللي كتبحت على النقص الوزن هنا من اينا حصة كتبقى السيدة القراسة أنا فعلا نتيجة ديالك غير هو بش توصل الوحد لابو تكون اديان فضروري ديال الحساس ديالك كاملين هنا هش كيختلف سهولة اول الصعوبة ديالها وش إلا كانوا قدام ولا كانوا جداد وش كانوا ديال الضعف اول الغلد اول ديال حال الغلد لأنهم ارتس كسافة تترسمو في الجسم امتداد للجلد حيش كي تجبت الجلد وتتعوي تتقلص اهه هو كان اختلاف ما بين هادو الورجاتور وغج يعني اللي بينين والخرين اللي سيكونوا قدام وصافة هادو كل اللي صعب اهه الجداد مش مشكلة الجداد شنديرو لهم دبال زيت أرغان موجود زيت أرغان رائع جدا 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 كيت تتخدم بزبط الوصفات التجميلية وخصوصا في الورجاتور الورج اللي قتي حمرين الحمرين اللي فام اللي دبال اونسانت او لا مقابلين على الحمل او لا هذا دائما ديول الجسم ديالهم بزيت أرغان لاش باش ما يخليهم شي يديرو هاد الخطوط حالك يغديرو الجل ديالهم صح كويقايا وقايا وقايا خير من العلاج باش ما يوصلوش هاد المرحلة ديال العلاج هاد الخطوط ما يوصلوش لها أصلا دائما سيدا قبلو خصوصا دبا في الصيف سيدا قبل متناز كنا عصب ملابس خفيفة ما فيها باس تدير زيت ديالها وتصبر واحد شوية على ملابو ديالها تشرب خصوصا اللي عدو ملابو سيش ناشفة هادو دغيات يزبان فيم لفيرجيتور بلا حمل بلا غير تقدر تزيد دو كيلو ولفعل الخطوط لفعل الخطوط لفعل الخطوط انتي كتش جاي زيت أرغان كويقايا باش أنو زيت أرغان وبيانسور إلا بان من بعد ذيك الخطوط الخطوط الحماء سيدا ما تخلاش تدير زيت أرغان وكين لكان حداها شي صانتخد بارا لغاديو فخيقونس والاتمنتاش طرف جميع المراكز الحمد لله كل شي مراكز عندهم لغاديو فخيقونس تقريبا لغاديو فخيقونس ما فيها باس تدير دي سيونس كتتأكتفى لسوكوليسون صنغين تتأكتفى لبروديكسون ديال كولاجين كتتحار بهذاك الخطوط قبل ما يوليو بيضين نعم نحنا نحاول دائما أن السيدة ترجع على الأقل الشكل ديالها اللي كترتفي دونك شنا معك المسألة ديال ربما المسألة ديالي كتتقلق السيدات وهنا هنا نحن نسوله دائما مخصصين في التجميل غير جراحي وغيرة ديما نسوله حتى على اللون البشرة واش كي أثر أو لا لا واش كي يكون هنا بالصعوبة ولا بالليون يعني شكل لأسهل دغيا واخا واش بحل بحل لا لا بحل بحل مهم اللون البشرة ما تيلعبش دور في هذه المسألة هادم هادمسألة بالضبط أنه البشرة كتكون إلا كانت سيش ناشفة نوعية البشرة نوعية البشرة ماشي اللون فهاد الأمر ديال الخطوط نوعية البشرة كانت ناشفة راح تسعطها الخطوط يعني كيف قلت لك غير زاد دو كيلو لاتمقض دو كيلو الخطوط تسبع نعم فأمنتي دا باجي مشو معاك الروتين يومي الليك ديالك الدنيا لكل السيدات باش أناكي تعتمي بالبشرة ديالك بالإطلاة ديالك بالشعر ديالك بهذا حيت سرعب أنا شوف أناك نسح كل السيدة دخلات من العمل دياله خصوصا نساء اللي تعملوها دا كعارفة يومية الميك أب يوميا هادا داروري خاص حطي فون دا من الشعر المهم من ليس دخل إلا بغاة البشرة ديال هاتبقى كتنفس في الليل حيط البشرة تتنفس في الليل في الليل ضروري تدير واحد للجل نتوين بغ الفيزاج من بعد تدير كريم بغ ليدغات مرتب ما تديرش الزيت ما تديرش حاجة زيتية زيتية لاش مك تخليش البشرة تنفس كريم فيه واحد نسبة ديال الماء كيخلي البشرة تنفس مشي بحال الزيت داكو دروري شاكنوي أنا بداق قبل من ناس كن ديما كيلو جا ديالي تندير الكريم ديالدغات وتالناس مرتاحة والحمد لله ما تتكون تشي تكون دائما البشرة تغديها وكتحار بالتجاعد تكون بومين هذا كشي لي نعم وبنسبة للشعر يعني وش انتي من الناس اللي كتعتمي بالجمال ديال الشعر ديالك تاوك تعملي لدي نعم ما تقول شي ما كت مشت الشعر احدي باتي دير ازيب ومتير ازيب شيكونوا واضحين مشي ما كت مشت شعر ديالي ولكن سبحان الله العظيم احنا ما ننزيف كنسة وشعر لا انا كنمشت كل نهار انا كنمشت 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 ولكن را مجي قد نقول لك كل نهار كندير لي شي حاجة ولا سندلي هادي ولا حت من تتنظيم لوش كتديري انا كي بعد مرات تدير لي وصفات لي هو بش تغدي او لشي خصوصا انا عندي واحد مسألة اغيدي تاغ المهم باش كنحاربو كنحاربو فيتامينات ميزو تغابي بالبلازما كتعطي نتائج على مستوى الشعر عائعة في الشعر ومن الجلسة الاولى هادي من الجلسة الاولى كيوقف لك كيبدأ كتحس بتحسن والنفسية ديالي حس دبل المرأة ما كتكون شعر ديالي سيطى حيطى حيطى والله لنفسية ديالي كتأثر كتأثر لما حال ها كتبالي هاي بقى صغيرة صعيبة ولكن كين طرق كين علاج كين حلول بحل كانت مثلا هاد المسألة ويراتي ما عندك ما تدري عالاقل كتأخريها فعرض ما غادت تبدأك بكري ما يبقاش عندك شعر وحد ثلاثين عامل ثلاثين بقى صغيرة مثلا وشعرك سيخفاف حيط لكيبقى شعر نسف جمال المرأة ديك شعليش خاص لوحدة من يكون بحلعة كده عندها اغيدي او لا عندها شي مشكل ديال الهرمونات او لهذا من الاحسن تبح حصص من بكري باش مت توصلش لوحد نعم كيف قلنا احنا الجمال ربما كياخد بزاف ديال وجوه سيدة ربما كتاخد جمالها في شكلها وهذا ولكن خاص دروري يكون بزاف ديال الحويجات كي يجتمعوا روحها تكون ماريحة زوينة كنقولوا روح حلوة بالاضافة انا تكون حتى لتقافتها ويكون بزاف ديال الحويجات 2019 على كل الاشياء اللي تقسمتها معك المستمعين ديال شادا يفهم شكرا على حضور ديالك مرحبا مرحبا شكرا الله يبرك فيك شكرا مازال